أشهدت دراسة أعدها قدس الأرشمندريت الدكتور بسام شحتيت بالإنجازات التي تمت خلال المائة عام الماضية خاصة في القضاء والمحاكم الكنسية وفي تطوير القوانين والتشريعات حيث أولت المملكة الأردنية الهاشمية منذ تأسيس إمارة شرق الأردن عام 1921 في عهد المغفور له سمو الأمير عبدالله الأول بن الحسين اهتمامها بجميع مواطنيها ومنحت المواطنين المسيحيين حقوقهم الشخصية ومنها صلاحية تأسيس المحاكم الكنسية وفي لقاء أجره مكتب فضائية نورسات الأردن مع الأب شحتيت أكد أن العلاقة بين الدولة ومجلس رسائل كنائسي في الأردن تميزت بالتعاون المتبادل ممن عكس بشكل إيجابي على جميع النواحي ومنها القضاء الكنسي وقال في غمرة الاحتفالات في المؤوية الأولى للدولة الأردنية نتحدث عن المحاكم الكنسية فالدولة الأردنية منذ بداية تأسيسها في 21 نيسان 1921 مع سمو الأمير عبدالله الأول بن الحسين أعطى اهتمام للمحاكم الكنسية وللمسيحيين فقد أعطى هناك خاصة لكي يؤسسوا المحاكم الكنسية الخاصة في المسيحيين هذه المحاكم تهتم بالزواج بالإرث في التبني في الوصاية في جميع الأمور التي تتعلق بالأحوال الشخصية ومنذ بداية الكنيسة هناك تم تأسيس محاكم كنسية فنعطي على سبيل المثال محكمة الروم الكاتوليك كان هناك علاقة وطيدة بين الأمير عبدالله الأول وبين المطران بولوس سلمان وقد كتب المطران بولوس سلمان كتاب خمسة أعوام في شرق الأردن وهذا الكتاب يتحدث عن القضاء العشائري وأصول المحاكمات والتقاليد والعدات البدوية وفي الدستور الأردني نجد أنه منذ سنة 1952 كان هناك مسواه وعدالة في الدستور جميع المواطنين متساوين في الحقوق والواجبات وإذا رجعنا إلى الأرشيف في المحاكم الكنسية نجد أن هناك منذ 1930 هناك سجلات وهذه السجلات تتحدث أن كانت المحكمة المقر في الحصن محكمة البداية ومحكمة الاستئناف كانت في القدس للروم الكاتوليك وكانوا يستخدموا العملة الجنيه وتقريبا مليمات وسعر القضية وأيضا تصل إلى أربعة جنيه وهذا الرجوع إلى السجلات يساعدنا بمعرفة تاريخ وتنظيم هذه المحاكم ونحن بحاجة في هذه الأيام إلى العودة إلى التاريخ لنتعلم منه وننظر إلى المستقبل بشكل أفضل ففي غمرة الاحتفالات نشيد أيضا بجلالة الملك عبد الله الثاني الذي في الورقة النقاشية السادسة ركز على نزاهة القضاء وتنظيم القضاء ونحن في هذا الاتجاه المحاكم الكنسية خلال الفترة الماضية المئة سنة الماضية خطت خطوات كثيرة في التنظيم وخاصة في العشر سنوات الماضية تم هناك تعيين قضاء يحمل درجة الدكتوراه تعيين قضاء كنسيق قضاء علمانيين وقاضيات وتم تطوير العمل وإجراء الإجراءات تسريع الإجراءات والبت في القضايا كل هذا يعطينا أننا ننظر إلى المستقبل بأمل لكي يكون هناك العدل والمسواة لجميع المواطنين